بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول التانى ولغات أهلا وسهلا بكم على منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربيع والتعليم والتعليم الفني لجمهورية مصر العربية النهاردة ان شاء الله هنبدأ نكمل كلامنا على الـ Division of Alliance Segment اللي هو ايه الـ Division of Alliance Segment ده اللي هو يعتبر lesson 1 في chapter 2 يبقى أنا عندي النهاردة هبدأ في chapter 2 في chapter 2 عندي lesson 1 طيب بيتكلم عن ايه هو واضح عندي هنا Division of Alliance Segment Division of Alliance Segment أبسط أنواع الـ Division احنا خدناه هتكلم شوية قبل ما أخش في الموضوع وعايزك تتابعني كويس عشان نفهم ما احنا بنقول ايه لو أنا خدت مثلاً point اسمها ايه point اسمها بي اه دي point A وادي point B طب وبعد كده بدأت أوصل الـ line segment دي طيب وبعدين بقول والله الـ point A دي مثلاً لها two coordinates x1 و y1 طب وبي اسمها ايه x2 و y2 طيب أنا لو جيت خدت midpoint للpoint دي أنا تعلمتها في سنة ثالثة عدادة لو c midpoint يبقى في الحالة دي بقول c divide c divides line segment a b internally by the ratio 1 to 1 يبقى أنا ريشو دا ليه لاني الـ distance دي add the distance كنا بنجيب الـ coordinate of c اللي هي الـ midpoint كنا بنجيب الـ midpoint كنا بنقول والله بنجمع الـ adding للـ x-coordinate x1 و x2 يبقى x1 plus x2 divided 2 كما y1 plus y2 divided 2 وبالتالي كنا لما جيت ديني ايه line segment اسمها ايه بي وي جيت ديني الكورنة دي 2 1 ودي مثلا 5 4 7 ولي هات الـ c midpoint لمين للـ a b طيب كنت بقول والله الـ c دي عبارة عن negative 2 plus 5 negative 2 plus 5 divided 2 كما 1 plus 7 divided 2 يعني يبقى 3 over 2 negative 2 plus 5 3 1 plus 7 اللي هي 8 over 2 اللي هي equals 4 دا كان أبسط أنواع الـ division اللي احنا تعلمناها قبل كده طيب دا division internally طيب في نفس الوقت كان ratio between the two parts is the same ratio يبقى دا ادي دا بالضبط يعني لو قلت انا هنا m هتبقى هنا m هنا x هتبقى هنا x وهكذا 1 to 1 ليه لانهما الاتنين ايه طيب انا لو افرض انا خدت point تانية بقى يعني خدت line segment كده اسمها a b مثلا a d a و a d b ودي برضو اسمها x1 y1 و a d b اسمها x2 and y2 وخدت اي point هنا في الحتة دي مثلا سمتها c طب انا في الحالة دي طبعا ال a b لو انا هشتغل على line segment يبقى هي part من straight line يبقى انا عارف ان ال a b subset من straight line a b وفي نفس الوقت لو اشتغلت على directed line segment a b برضو هتبقى sub-set من straight line a b طيب وبالتالي لما اجا اقول c d divide c d موجودة بين a و b فانا بقول dc divide divide a b internally يعني ايه الكلام ده يعني c بتقسم او تقسم a b من الداخل من جوه طيب ايه ال ratio بين a c to c b اه ratio دي انا ممكن اسميها dm1 و dm2 او العكس في الغالب احنا هنسمي dm2 و dm1 تبقى انا هقول لك هنا a c to c b لو انا هشغل على directed line segment تبقى تبقى انا هبدأ امشي من a c وبعد كده من c lb هلاقي هابدى same direction هنا وبالتالي هتبقى equals m2 over directed line segment وهنا directed line segment يبقى ده معناه ايه معناه m2 او m1 time is a c equals m1 time is a c ده هتساوي m2 time is c b اللي هي دي طب انا اتفقت معاكم المرات اللي فاتت ان اي vector عبارة عن ايه position vector of its end minus position vector of sa starting point فانا ممكن اقوله m1 دي معناها c minus a طب m2 time is b minus c وبالتالي m1 دي هاسبها طب c اللي هي مين دي اي point هسميها x y يبقى c اسمها x y minus a اللي هي اسمها x y y y y equals m2 times b برضو هتبقى x2 y 2 minus طيب minus c اللي هي x y وبالتالي انا ممكن اعمل هنا multiplying او ده minus ده يبقى m1 times هنا x y minus x 1 يبقى x minus x 1 y minus y 1 equals m2 times x2 minus x y 2 minus y وبالتالي الماضرة m1 في الكلام ده هيبقى m1 x هترب ده ده كله minus m1 x 1 ثم و m1 y يبقى m1 y minus m1 y 1 ونفس الكلام هنا طيب يا سيدي انا هبدأ اكتب في المكان ده عشان نفهم بس احنا بنعمل ايه طيب اول كوردينيت عندي انا هكتبه بس عشان ايه نفهم بسرعة مع بعض في المكان الفاضي او الكوردينيت عندك اللي هو مين اللي هو ده اللي هو m1 x minus m1 x1 طيب ده بيساوي ايه النحية التانية هابص معايا كده هتلاقي m2 x2 minus m2 x يبقى يبقى الاول ده هيساوي الاول ده ده هيساوي ده يبقى انا هقوله هنا بيساوي m2 x2 minus m2 x يبقى هنا فيه x هنا m2 x وهنا m1 x طيب ما تنقل ده النحية ده وتجيب ده مكانه يبقى كله بالبوزتيف يبقى m1 x plus m2 x لما تجيب ده كده احاوله النحية للشمال طيب وده اودي النحية اليمين يبقى m1 هيبقى بالبوزتيف اللي هو له هيبقى m1 x 1 plus m2 x 2 هنا طبعا ال x common ممكن اخد x common هيتبقى m1 plus m2 x2 طب لما عمل divided هنا وهنا بقى يبقى x equal m1 معمل divided ده m1 plus m2 وهنا m1 plus m2 يبقى ده تcancel يبقى x equal ايبقى m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2 بس بشارط division ratio هنا m2 وهنا ايه m1 يعني البداية عندها m2 يبقى m2 في x2 خد بالك ratio دي في البعيدة و m1 في البعيدة عنها مش في اللي جنبها وبالتالي ممكن اقول له y برضو بنفس الفصل ده اخد ده مع ده هيطلع لي m1 y1 plus m2 y2 over m1 plus m2 ملخص الكلام ده كله برضو انا اهم حاجة عندي هيكون الtwo points اللي هما x y بقى اللي هي division point اللي هي cdx بكام y بكام يبقى نقول m2 في x1 plus m1 في x2 m1 في x1 plus m2 في x2 2 يبقى انا انا عندي دف ده في القريب في last والlast في first طيب ملخص الكلام ده برضو احنا بنقول تاني ادي لو انا عندي هنا alliance segment اسمها ab اي رسم بقى مش لازم نكون الناحية دي انا عندي هنا x y بس ده اول point تبقى d1 و d1 طب ودي x2 y2 وقادي السي عندها في اي مكان بس ده تبقى m1 ودي تبقى ايه m2 والpoint ده اسمها x y طب يا طرى الx تبقى ايه على طول اه الx يبقى m1 اكسف هنا تبقى m2 وهنا m1 احنا اتفقنا هتبقى ايه اللي ناحية البداية هتبقى m2 واللي ناحية النهاية هتبقى m1 يبقى الريشو عندي هتساوي m2 over m1 ليه بقى عشان اقول m1 في x1 هنا يبقى m1 x1 plus m2 x2 over m1 هتبقى بتساوي m1 y1 plus m2 y2 over m1 plus m2 هتبقى الرول بتاعتي اللي انا هجيب بيها ال coordinates of the division طب افرض الpoint دي مش بين a b يعني ايه يعني عندي line segment كده اسمها a b برضو اه a b وعندي الpoint c مثلا اه ده الpoint c النحية دي كده اه يبقى c not belong to line segment a b فما تيجي تقول a c الاولانية التانية بتبقى c b كده طب في الحالة دي اللي انت كده opposite direction بتاعك يبقى ratio بتاعتك طبعا من l c دي تبقى m2 ومن c l b هتبقى m1 يبقى في الحالة دي فيه هنا لو انا اعتبرت ال direction ده positive هيبقى ده ايه negative او العكس لو اعتبرت ده negative هيبقى ده positive وبالتالي هتبقى لو دي عندي ال point a d ال point a اللي عندي دي اسمها x1 y1 و ال point dd اسمها x2 y2 ها و ال point c هيبقى اسمها x y فبالتالي x هتبقى ايه و ratio برضو هتبقى m2 to m1 بس اخد بالك بعدي لو positive التانية هتبقى ايه negative وبالتالي ال ratio هتبقى ايه negative فال x هتساوي m1 x1 minus m2 x2 على m1 minus m2 طب وال y هتبقى m1 y1 minus m2 y2 على m1 minus m2 يبقى انا في الحالة دي بقول c divides a b external واحد يقول لي ممكن تبقى النحيا دي او النحيا دي ما تفرقش معاي يبقى دي عندي a و b a a و c النحيا دي فبص اذا همش من lc همش بالاتجاه دا وارجع c b يبقى dm2 و dm1 برضو دي لو positive هتبقى d a negative هتبقى اتنين عكس بعض وبالتالي الratio هتبقى عندي ايه في فرق في الصين فقط بين الدفايدنج انترنالي والدفايدنج اكسترنالي طيب تمام كده يبقى انا عرفت ان في midpoint في dividing انترنالي الانترنالي الratio بتاعتي الratio بتكون positive اكبر من zero positive اللي هي m2 to m1 اكبر من zero طيب والratio لما يكون انترنالي طيب لما تكون اكسترنالي التقسيم من الخارج يبقى الratio بتاعتي بتكون negative اصغر من zero و m2 over m1 اصغر من من zero دي معلومات عامة لازم اكون عارف المعلومات دي واخد بالي قبل ما اخد ايه اخد في الموضوع سوضيح السين انتفك لبقى انا لو بصيت هنا كويس هبدأ اشوف ايه ايه دي لو عندي انا بقول ملخص الكلام اللي انا قلته بقى لو انت عندك طبعا صدفة من وال موجود على طبعا يعني انا لو عندي كده ايه و ادي بي وادي السي اهه يبقى ال ايه بلاس cb equals مين equals a b كلها لان في نفس ال طيب ايه كمان وقلنا ان لو عندي point cd ممكن تبقى point cd تبقى between a b و a c to cb هتبقى m2 to m1 يبقى ده انترنلي طب لو كانت السي برة a b يبقى m2 اهي وهذه ال m1 اهي من ايه من البداية ال a c ومن البداية للنهاية طب نفس الكلام يفرض السي الناحية دي يبقى برضو a c d m2 اللي هي دي هقو من cb a m1 وفي نفس الوقت هتقل لتنين لتنين ايه لتنين عكس بعض لكن هنا لتنين في نفس ال طيب وقلنا الكلام ده برضو هنستنتج منه ايه هنستنتج منه الكلام اللي احنا قلنا ده nr اللي هو position vector in general بقى m1 r1 plus m2 r2 على m1 plus m2 ده اسمه vector four ده اسمه ايه vector four طيب طيب لو انا هجيب x y points اه points بتاعتي هتبع x y اللي هي point of division m1 x1 com m2 x2 over m1 x1 التاني اللي هي y m1 y1 plus m2 y2 يبقى في الحالة دي هنبدأ ايه نشوف الكلام المسائل بقى هنحلها ازاي طيب اول problem عندي كده بيجي يقول لي هنا يقول لي لو انت عندك ايه ب three six will be negative seven four then the midpoint of a b طبعا احنا لسه قلين دي شغلة تالت عدادة بعد negative seven plus three negative seven plus three تبقى negative four طب divided two حق تبقى كده negative seven plus three three plus seven divided two بعد كده four plus six six plus four مش هنختلف six plus four هي 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 يبقى ديها تبقى كم ممكان negative seven plus three تبقى negative four divided two كومة ودي 10 divided two كومة equals negative four divided two و10 divided two كم ب5 تبقى نتيجة بتاعة two negative five negative two five اللي هي اللي جامعة الأخير طيب السؤال الثاني ولي if m is a point of intersection of two diagonals of parallelogram a b c d ها دي a b c d اهو الparallogram بتاعي a b c d انا عارف الdiagonals بتوعه bisect each other يبقى ادي عارف ان الparallogram ده add الparallogram وده ادي ده طيب بسيط هو بقول ال a ب3 و7 ادي 3 و7 طيب وال b وال c negative 3 و1 طب ما انا عارف ان ال a midpoint دي ال m point of intersection bisect ال a بتعتبر midpoint للdiagonal وبالتالي ال m دي تبقى ايه اقول والله three plus negative three تبقى zero يبقى هي a c عشان هما اللي قولهم zero يبقى دي غلط ودي غلط طب هياخد seven plus one divided two تبقى eight divided two تبقى بكام four يبقى هياخد اللي فيها four اللي هي zero four ودي ما تنفعش معها انا كده ايه فهمت حكاة midpoint طب في رقم ثلاثة بقول if the point three من دول يعني ااخد negative three plus six تطلع بكام nine divided two تطلع four point five يبقى ما تنفعش ااخد negative three plus negative six negative nine divided two ها ما تطلعش three خالص طب negative three plus nine six divided two تطلع three طب والتانية seven plus five تطلع twelve ده بلاس ده ماشي twelve divided two تطلع بكام آه هي point دي يبقى هي ده انا بستخدم الاجابات ان انا اوصل للحل بتاعك وبالتالي ممكن احل حل تاني اقول البي البي دي عبارة عن x two y two طيب وبعدين اقول x two plus x two plus negative three يعني minus three divided two equal الاولانية دي equal three واعمل cross multiple هنا وهنا يبقى x two minus three equal six and l three ناحية التانية يبقى x two equal cam equals nine يبقى لازم اول حاجة تكون فيها نين طب دي مفيهاش نين يبقى هي دي بس مفيش اللي هي دي اول ه نين يبقى مش هكمل التاني ده بالنسبة لل first question طب number four بقول if if c is two four is the mid point of mين الميد point بتاع مين الميد point دي بتاع ال a b طيب طيب وبعدين a اسمها x four وال b اسمها y one الله مش ال c هي الميد point بتاع ال a b يبقى المفروض ده plus ده divided two يديني كام و يبقى x plus one divided two equals two two طب ماذا اعمل cross multiply يبقى x plus one equals كام four طب يبقى x equal four minus one هتنقل ده النحاء الثاني يبقى x بكام x بتري طب انا عرفت x هنا بكام هنا بتري طب و y طب ما تطبق نفس الكلام هتقول y ده plus 4 ده plus لا divided two equals مين equals four طب ده four over وين ما تعمل cross multiply يبقى y plus four equals two times four بإيه طب ما تنقل الفور الناحية التانية يبقى eight minus four يبقى y equals كام equals four طب انا كده جبت ده بثري ودي بكام بfour يبقى three plus four بكام equals seven طيب السؤال رقم خمسة يا رب تكون الأسئلة واضحة وبسيطة لأن احنا لسه الكلام ده احنا بنتذكر division offline segment والميد points بتاعتها طيب اشترك اشترك بتاعي ورسمتي ديامتر السنتر هنا اسمها two negative two وبعدين بتاعت الديامتر four two يا ترى الاند بتاعها يبقى كام اكس وي مثلا قالوا والله اكس plus four divided two يديني two مش دي ميد point اه ميد point يبقى المفروض اكس plus four divided two تديني two يبقى عمل دف ده يبقى two times two كام four يبقى x plus four يبقى x بكام four minus four تبقى zero هدور على اللي اولها zero اهي مفيش غير هده لان دي مش اولها zero ولا دي ولا دي يبقى الاند starting with zero يبقى انا في five to two is طيب هي five to two دي احنا قلنا ان هي ايه اه ده divide ال a b يبقى تبقى من a لل b تمام طيب يبقى d m2 to m1 يبقى m2 to m1 هه هتبقى five two كام two يعني m2 هعوض عناها بfive وال m1 هعوض عناها بكام وطبعا هي نقط five two بس ده the simplest form of the ratio طيب وال a اسميها x1 y1 طيب وال b اسميها x2 y2 طيب انت عايز مين بقى عايز الpoint c طيب انت قلتلي الpoint اللي ال x فيها بتبقى m1 x1 plus m2 هه x2 divided من m1 plus m2 وش معنى عملت القلون ده عشان ده internally طيب عوض يسير ال m1 عندك بكام ب2 time is x1 time is negative 3 plus m1 بكام يسيري m2 كام ب5 time is x2 كام يا عمي ب4 over m1 يبقى 2 plus 5 طيب اعمل بقى simplify الكلام ده بالكالكوليطور او ده 2 times negative 3 negative 6 و4 يبقى 20 minus 6 بكام 14 14 divided 7 equals 2 يبقى x اللي عندي بكام ب2 يبقى دي غلط ودي غلط دي دي يبقى c طيب يبقى لازم اجيب ال y لاني داولها 2 داولها 2 طيب ال y بتساوي ايه احنا قلنا القانون التاني m1 y1 plus m2 y2 على m1 plus m2 y1 اللي هي negative 7 plus m2 اللي هي 5 times y2 اللي هي 0 divided 2 plus 5 يبقى تبقى هنا طبعا دا ب0 خلاص 2 negative 7 يبقى negative 14 divided 7 يبقى تطلع negative 2 يبقى x 2 وال y negative 2 طيب اختار c ولا d b لا اختار b طيب يبقى انا كده لو انا استخدم ال internal division اه يبقى انا كده في الحالة دي ايه اه في الحالة دي انا كده جبت اللي انا عايز طيب السؤال اللي بعده هلاحظ ان عندي هنا يقول لي ال a كذا وال b كذا ال a كذا وال b كذا احنا احنا اتفقنا الراشيو احنا هنسميها m2 to m1 هتبقى 3 2 a 3 2 طيب واحنا اتفقنا انا ممكن اخلي القانون عادي زي ما هو ماشي بس هتبقى واحدة بوصف واحدة ايه negative ياخد اللي فوق بوصف ياخد اللي تحت negative ما تفرقش معاي اعوض في m1 x1 plus m2 x2 فهتظهر لل negative او اعوض في القانون اللي احنا كتبنا في اول class work بتاعنا يبقى انا عندي هنا a اللي هي 2 5 طيب d x1 y1 طيب will be اللي هي 7 و negative 1 اللي هي x2 y2 طيب ماشي يسير انت عندك x بتسوي ممكن اكتبها m1 x1 plus عادي بس انا اخد بالك في الانترنل هنا ايه هبدأ احط هنا negative او اكتبها او اسيبها كده عادي واكتب m1 x1 minus m2 x2 over m1 minus m2 minus m2 وبالتالي ممكن ايب انا خدت m2 دايما negative ليه لان انا رحت وعكاست اتجاهي طيب عكاست اتجاه يعني ايه يعني اغيرت ايه بتاعي بدل ما انا ماشي في الاتجاه positive همشي في الاتجاه ايه همشي في الاتجاه negative يبقى دي كل الحكاية ان انا بس هعمل هنا negative او هسيبها plus عادي ها وحط واحدة negative يعني خلي دي plus عادي بس اخلي الامي 2 بال ايه بال negative ما فيش مشكلة ام 1 ب2 طيب time is x1 يبقى 2 برضو plus المفروض m2 او دي تبقى negative 3 time is x2 time is 7 على m1 plus m2 او تبقى 2 plus negative 3 وبالتالي هتطلع ايه بقى هتبقى 2 times 2 4 plus negative 21 على negative 1 طيب negative 21 plus 4 دي هتبقى negative 17 على negative 1 تطلع كام 17 او يبقى الإجابة c ها يدي لكن دي ما تنفعش ودي ما تنفعش تابي الواي او برضو نفس الكلام m1 y1 plus m2 y2 over m1 plus m2 طيب ده معنى ايه الواي عندك ب2 والواي عندك بكام ب5 plus طيب الواي قلت negative 3 طيب از الواي بكام يا سيدي الواي 2 آسف ب negative 1 على برضو 2 plus negative 3 طيب 2 times 5 بتن و negative negative ببص في 3 وهنا برضو negative 1 يبقى 10 plus 3 تبقى 13 divided negative 1 تطلع كام negative 13 يبقى هل d negative 13 يبقى دي غلط كمان يبقى X2 و M2 X1 يعني انا لو خدت M1 على M2 هيبقى X بكام هتبقى M1 X2 plus M2 X1 على M1 X plus M2 هي نفسها بس انا كده قلبت M1 دايما هتبقى الريشو بتاعتي M2 to M1 من ناحية البداية طيب نفس الكلام هنا بيقول لي ايه بيقول لو عندك ايه بتساوي negative 4 وفور طيب points دي على coordinate system يعني ارسم ادي X وادي Y تمام انا هنا 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4 و5 و6 واكذا بس ارسم مضبوط الA عند negative 4 و A و 1 negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 فاطلع هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ادي 1 2 3 4 فاطلع علي الpoint هنا يبقى دي A negative 4 و 4 طيب والpoint التانية 5 and 8 ادي 1 2 3 4 5 هطلع لغاية ال8 هنا ادي 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 اصد ال5 هطلع لغاية هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 هتطلع لي في الpoint دي طيب يبقى دي الB طيب ما وصلهم كده هو عايز CB AC يطلع 1 2 يبقى كده C هتكون قريبة من مين هتبقى دي هه نص دي يبقى دي 1 و دي 2 يبقى CB هي اللي 1 وال AC هي اللي 2 يبقى CB equal نص A طيب الpoint دي about كام بقى والله انا ممكن اقول هي d about كام يا تارى هتبقى 4 هتبقى 4 و negative 8 لأ طب 2 negative 4 لأ طب negative 8 و 4 لأ طب negative 4 و 2 برضو هي الاحتمال اللي عندي الاتنين دول ليه بقى لان انا عندي الpoint الاولى negative 4 4 negative 4 4 هذه الفورة هيا ماشي والpoint التانية 5 اه ده negative 8 انا قاسب 5 negative 8 هتبقى تحت يبقى انا مرسم تاني ما عليش انا اسف يبقى هنبدأ نرسم ايه 2 coordinate بتوعي ايه 2 coordinate بتوعي انا بس بقول ان الرسم ممكن يفيد انا اتبق اتبق اطبق رجز وطلحها طيب انت اول point عندك كام negative 4 ايه negative 4 ادي negative 1 negative 2 negative negative 4 اتطلع للpoint هنا مثلا لو دي هي الفور يبقى دي ايه ماشي يبقى دي negative 4 و 4 طيب الpoint التانية 5 و negative 8 يبقى 1 2 3 4 5 هتنزل عندي negative 8 هنا مثلا ادي البي يبقى تبقى 5 و negative 8 لما وصل الاثنين ببعض كده بص كده معي هوصل الاثنين ببعض كده وعايز الـ موجودة على الـ بشارط ان من البي ها من البي هنا تبقى 1 وال تبقى 2 يعني دي تبقى نص دي يبقى الحتة دي نص الحت ده طيب يبقى C موجودة فين اه الـ صح اه يبقى ممكن تبقى عندي مثلا 2 هنا طيب وال يبقى عندي مين يبقى ممكن تبقى دي لكن 4 و negative 8 4 هنا بس هتبقى بعيدة هنا هتبقى المسافة دي هتبقى قصاد دي كده يبقى دي ما تنفع يبقى انا ممكن اقول والله يبقى C هي point 2 negative 4 من غير متعب نفسي ولا اطبق قوانين الـ division ولا اعمل اي حاج طب انت عايز تطبق قوانين الـ division انت عايز مين انت عايز C طب C عندك الـ ratio اللي انت طلعتها كانت كام يبقى دي M2 دي M1 لو انت خدت Dx1 و y1 و dx2 y2 و طب رول بتاعتك هتلاقي ان الـ x تطلع ب2 مش بنجي بفور اه الـ x هتساوي M1 بكام انت خدت M1 ب1 طب مز الـ x2 خدت 5 plus الـ x1 انا ااسف طيب مز negative 4 طب مز مز 2 انت خدت بكام ب2 طب مز x2 خدت 5 طب على M1 يبقى 1 plus 2 طيب اه شوف الكلام ده 1 negative 4 يبقى negative 4 plus 10 طيب divided كام 3 طب 10 minus صفور يبقى 6 divided 3 يبقى كام 2 او والله اذا طلعت 2 فعلا زي ما انا توقعت يبقى انا ممكن من خلال الجراف اوصل للحال من غير ما افقى بنفسي واستخدم اي ماشي ياريت نفكر في number 9 ونشوف الحل التاح ه يبقى بقول C موجودة على A B تمام و A B يعني A B معناها A B A B لو انت عملت divided B C هت cancel ده معده يبقى A B over B C هتبقى A 4 to 1 يعني لو A B 4 تبقى B C هي A 1 طب ما C موجودة على line segment يبقى لكم C موجودة على line A segment يبقى internal طيب معنى كده لما ما تكون C C A B قد A B هو بقول A B دي 4 وال B C كام 1 طب انا لو حطيت C هنا لو 1 هتبقى D 3 عشان ايه عشان A B كلها هتبقى بكام يا شباب اه تبقى 4 يبقى لو A B 4 هتبقى B C بكام 1 طب انت عندك C D divide A B internally يبقى D M2 و D M1 طب عشان اجيب ال ratio اجيب ال coordinate of the division point لي C اقول والله M1 X1 plus M2 X2 divided M1 plus M2 طب عاوض M1 طب M1 عندك 1 طب X1 ده اللي هي A اللي عندك بكام اللي هي negative 1 و 4 ما هدي X1 Y1 لان احنا اعتبرناها البداية طب X2 Y2 اللي هي B اللي هي 3 و 4 طيب يبقى هنقول M1 time is X1 time is negative 1 plus M2 اللي هي 3 time is 3 على 1 plus 3 طب طب هطلع كام هطلع negative 1 plus 9 على 4 باقيت على 4 بكام 2 طب يبقى انا هاخد الكورنيف بتاعها كام X بتاعها 2 مفيش اللي واحدة فيها 2 يبقى هي اكيد D هي اللي صح يعني انا ممكن اعمل احسب واحدة ومحسب ش التانية اه عادي ما فيش مشكلة المهم طالما مفيش اللي اجابة واحدة بس بتديني الانسر D يبقى انا خلاص انتهيت يبقى اكده ايه انتهينا من المسألة دي طيب البروبلم التانية رقم عشرة نمبر 10 و11 بقل ايه فيها وقل لو انت عندك ايه طب والسي دي موجودة فين عادي بس مش موجودة يعني انت لو كده مشير كده اهو اسمها مش موجودة بس موجودة يبقى لازم تكون برة هنا اه بس وقل AC equal to CB يعني ايه دي يعني من LC يبقى C مش هتبقى هنا بقى اه ده انت لازم تمدها شوية كمان اه ازاي يعني همدها شوية كمان اه ترجح ها تاني يعني لازم نمد دي كمان شوية يعني ايه برضو اهو يبقى هتبقى C في الحتة دي ليه لانه هتبقى AC equal to و CB equal كام وان طب يبقى الA بي كام وان يبقى الرشو بتاعتي كام وان تو وان الله وان انا بخاكر حتة الرشو لما تبقى وان تو وان يبقى الB مال ها ده ميد بوينت لل AC يبقى انا اقدر احل بسهولة فده لما لقيت الرشو 2 2 1 ال AC over CB هل لقاها 2 over 1 يعني AC 2 وال CB 1 AC 2 وال CB 1 طب ما لو CB 1 وده كلها 2 يبقى الباقي 1 2 minus 1 1 اللي هو 2 ده minus 1 يبقى الباقي 1 طب ما ده 1 وده 1 يبقى الB ممكن اقول لك الB is a mid point of AC الله يبقى انا هشتغل على AC مش على AB بقى هشتغل على AC طب وإحنا عندنا C بكام ده هو مد هادي هو عايز C طيب هو مين ال mid point الB اوما ناخد 13 d لو انا هي d c اه 13 plus negative 3 يبقى 10 divided 2 تطلع 5 هل دي 5 لا يبقى دي ما تنفع طب هنا negative 3 plus negative 13 يبقى negative 16 negative 3 plus negative 13 negative 16 negative 3 plus negative 13 divided 2 هتبقى negative 16 divided 2 تطلع negative 8 او الله يدي زي اه طب يبقى دي تنفع كمان لكن دي ما تنفع يبقى ممكن دي او دي طب نجرب التانية هناخد احنا بنقول الميت point بتاعت الاسي فهناخد الpoint دي 8 مع negative 4 لو طلعت 7 يبقى negative 4 plus 7 negative 4 plus 18 divided 2 18 minus 4 بكام 14 divided 2 تطلع 7 او والله هي دي يبقى هي الpoint دي يبقى دي بتاعت السي هي negative 30 و20 طب انا مستفدت حاجة بالانترن انا مش مهم استفيد بالمعلومة بقاطة ان انا تعلمها بس لما احتاجها لو لقيت حاجة ابسط منها في الاستخدام استخدمه مفيش مشكلة طيب الproblem number 11 بتقول لي لو انت عندك البي 0 3 وال c 3 0 هي كلمة 0 3 دي معناها الpoint دي موجودة فين يا شباب اه ال x ب0 دي على y يبقى دي على y axis طب وصيب 3 و0 اه ده y هي اللي ب0 يبقى دي موجودة على x axis يعني كأنك بترسم كده ادي 1 2 3 يبقى دي الpoint b بتاعتك طب وهنا 1 2 3 يبقى دي الpoint a بتاعتك اللي هي 3 و0 ولكن دي 0 a و3 اللي a lies at the third distance between b and c فين ال b و c اه هم ال b c طب اه the third distance between b and a and c الله ده الpoint الاولاني 0 3 دي كان اسمه b والتاني دي اسم c ماشي اللي 3 و0 والأ موجودة فين طب يعني ايه في third distance اه يعني انت بتقول ان ال a d يبقى دي ون ودي كلها ثري يعني دي كم تو صح كده طيب انت شاف كده لو انت بالمنظر ده هتبقى كم وكم اه هتبقى وسط ون وثو خلاص يبقى انا عارفت مش محتاج اعمل حاجة انا بس لو رسمت صح بس يبقى الجراف بتاع مصبوط تمام لان انا لو خدت ال one دي تحت هتبقى two one اللي هي الاجابة التانية لكن هو انا هبدأ من b a هي هي one والباقي three يبقى انا عندي بتاعتي دي اللي هي one و two من غير ما احسب ولا استخدم القوانين ولا تعبد الناس فانا لو فهمت هرتاح في بعض حلول بعض المسائل بتاع الطيب لو انا خدت بقى story problem عشان اقدر احلها زي دي اللي هي ايه بتقول لي ايه لو انا عندي a equals one and negative four يبقى دي ممكن اسميها x1 a1 و negative four دي مين x1 y1 طب و b اقا دي 6 و 6 ماشي يبقى دي x2 y2 ماشي طيب find the coreness of the point mean c which divides directed line segment a b internally in the ratio three to two طب احنا اتفقنا ratio ونسميها m1 to m2 لا m2 to m1 equal three to two يعني m2 هاخدها بthree و m1 بكام طب انا عايز c بقى c c هي x y صح كده صح طب يبقى x بتسوي ايه m1 x plus m2 x over m1 plus m2 طب عوض c d m1 ب2 طيب x 1 يبقى two times 1 plus m2 x 2 يبقى three times six على two plus three two times one ب2 يبقى هنا two هنا three times six 18 يبقى two plus 18 20 divided 5 which is equal to cam 4 طب ال y ال y برضو m1 y1 plus m2 y2 على m1 plus m2 طيب c d ال m1 نتقول تلي ب2 times y1 negative 4 plus m2 ب3 times y2 ب6 برضو على 2 plus 3 اللي m1 plus m2 يبقى negative 8 plus 18 divided 5 اه يبقى 10 minus 8 by 10 divided 5 تطلع بكام تطلع ب2 يبقى point c هتبقى كام هتبقى 4 و2 طيب ده حاجة جميلة جدا هل 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 الامور بسيطة كده اه الامور بسيطة بس انت لو ايه لو تعلمت وحافظت القوانين بتاعتك و عرفنا الدنيا ماشية ازاي بقول لي لو انت عندك الا ب2 والنجاتف 3 يبقى دي ممكن اسمع x1 y1 طب و x2 y2 طب با البداية بتاعتها هتبقى مين b يبقى dx1 ها و dy1 dx2 و dy2 خد بالك بس من الحاجات البسيطة دي لانه انا هبدأ division من b externally بس يفيهم واحدة ايه فيهم واحدة طيب يبقى انا عندي m2 2 m1 هتبقى بكامبة طيب خلاص m2 اخدها طيب و ال x بقى اجيبها ازاي اقول له والله انت بتقول m1 x1 plus m2 x2 على m1 plus m2 m1 ب3 وال x1 عندك بكام اه بون ناشي طيب plus m2 ب negative 4 times x2 هتبقى ب2 على m1 ب3 plus negative 4 طيب اعمل 3 times 1 plus negative negative 8 تحت negative 1 يبقى negative 5 over negative 8 plus 3 over negative 1 تطلع بكام تطلع 5 طيب m1 عندك cd هي برضو نفس 1 negative 3 negative 1 times negative 3 طيب ايه حسب الكلام ده اللي فوق هنا negative 3 negative negative 3 بقى 12 minus 3 تبقى كام 9 على negative 1 تطلع كام negative 9 وبالتالي البوينت بتاعتي تبقى ايه يبقى c اللي هي x y هتساوي 5 negative 9 بسهولة جدا وبساطة شديدة من الكلام اللي احنا بنقوله طيب هل في طريقة تانية للحل اه في طرق مختلفة للحل بس ايه احنا نفهم طريقة ويه نشوف الكلام المهم بتاعتي نشوف اللي بعد كده بقول لو انت عندك a equal كذا و b equal كذا وال c موجودة على line هنا بقول line here اهو بشارط 2 a c equal 3 c b find the coordinate of c if the division internally the division externally يبقى انا عندي two problems في الحلة دي طب يعني ايه two problems يعني ايه انت بتقولي اول مرة ايه دي line اهو مثلا اسمه a b طب والc موجودة على line يعني ممكن احطها هنا او هنا او هنا بس هو قال division ايه هنا internal يعني لازم c تكون موجودة بين a والb يبقى d3 و طول b ب5 و طيب والc هتبقى بينهم بس بشارط ال ac بتساوي 3 c b الله يعني اتنين من ac ها هتساوي 3 من c b يعني انا ممكن اقول ac over c b بتساوي ايه ما اقول ده over ده اه يبقى 3 2 2 يعني ريشو بتاعت ac لو كانت 3 ها 3 انا تبقى ريشو بتاعت cb تبقى يبقى m2 2 m1 يبقى m2 2 m1 هتبقى بكام 3 2 2 منين من بتاعه من بتاعه طيب عايز اجيب c بقى هقول والله c d x y يبقى يبقى x عبارة عن m1 x 1 plus m2 x 2 على m1 plus x plus m2 عاوض c طبعا l-a هي x1 y1 لان نبادئ منها يعني c هي لدفايد a-b طب ودي اتبقى x2 y2 خلاص يبقى m1 بكام ب2 times x1 ب3 plus m2 ب3 times x2 ب5 على 2 plus 3 احنا قلنا الثلاثة الاثنين دول سبتين فوق تاعتهم يبقى تاعت 5 وفوق هنا 2 3 plus 15 3 times 5 6 times 6 plus 15 become db 21 over 5 ها دي ما تطلع fraction مفيش مشكلة طب y y بتساوي برضو m1 y1 plus m2 y2 divided m1 plus m2 اهم حاجة تكون عارفة رغول وانت بتعوض عن ايه m1 احنا قلنا ان هي 2 خلاص طب y1 فين y1 اللي هي negative 1 plus m2 اللي هي 3 times y2 اللي هي 2 على 2 plus 3 ماشي يبقى هنا negative 2 plus 6 اسف يبقى over 5 يبقى 6 minus 2 تطلع 4 over 5 يبقى point c في الحالة دي هتبقى ايه point c هتبقى في الحالة دي ايه هتبقى في الحالة دي اول حاجة x اها وال y اها يبقى x عندك 21 over 5 كما 4 over 5 يبقى دي الاجابة بتاعتي طيب بالنسبة ال division external يبقى division external دي فيها حاجة عندي هو قال لي divided a b ادي ال a b اها انا لو حطيت a هنا وال b هنا وانا قلت ان a c بر ممكن احط ها هنا وهو قال لي a c على c b ده على d ثلاث 3 على 2 a c على c b يبقى لان division d division بتاعتي هنا external وبالتالي ممكن اطلع ال x واطلع ال a y طب انا هنا حطيت c بدأت من من a يبقى a هي x y 1 طب احطيت c ناحية تانية كده او حطيت c هنا قولت a c دي 3 ينفع قول دي كلها تو لا يبقى هي لازم تكون الناحية دي لان دي اطول من دي اصلا فما تنفع ش تبقى دي 3 و دي 2 اللي اطول من ناحية يبقى هي الاتجاه بتاع كده تمام يبقى انا هنا لو انا خدت ده positive هي بقى تحت ايه negative طيب انا عندي c هنا a c d positive يبقى اللي تحت هي ايه لو انا خدت ال c d a positive يبقى اللي تحت هي هتبقى negative طيب يبقى انا عندي dm2 dm1 يبقى dm2 dma 1 طول x2 القول هنا احنا حفظ انه m1 يبقى negative 2 times x1 اللي هو a dha x1 y1 يبقى times 3 plus m2 اللي هي 3 times x2 اللي هي d 5 على m1 plus m2 يبقى على negative 2 plus 3 اللي هي هتطلع وان تحت وفوق negative 6 plus 15 15 minus 6 بكام 15 minus 6 يبقى 9 يبقى الpoint الاول هتطلع كام x 9 طب و y نفس الكلام m1 y1 يبقى negative 2 times y1 negative 1 plus m يبقى m1 y1 m2 اللي هي 3 times y y2 اللي هي d y2 اللي هي 2 على negative 2 plus 3 عادي اللي هي تطلع 1 تحت يبقى هنا 2 plus 6 يبقى تطلع بكام بإيه يبقى الpoint بتاعتي c تبقى 9 كو 8 يارب تكون المساء الواضحة وبسيطة بالنسبة لكم أحيانا بيجي يقول لي هات يعني ايه الكوارتر يعني في ربعها من ناحية a مثلا يبقى دي لو ربع دي واحد هات تبقى دي كام 3 يبقى هنا c 1 ويدي كلها 3 ليه لان دي كلها هات تبقى يعني ايه لو انا بقول a c 2 a b equal 1 to 4 وبالتالي لما تبقى دي هنا عن d و دي هنا هنا و دي هنا يبقى الpoint d تعتبر midpoint a b يبقى ممكن اجيب d لو انا عرفت ايه اقدر اجيب الميد point مما 3 انا اسم اربع اقسام يعني ايه 4 equal parts انت بتقول لي 1 2 3 4 لو انا عرف ال a مثلا negative 1 و 7 مثلا وهنا 3 و 18 مثلا طب انا عايز c d او d او e عايز اي واحدة في تبقى د او ال الحالة د طبعا d هنا طالما d equal d equal d equal d بقى د في ال a b او و 8 plus 7 15 انا نخلي بدي مثلا 18 plus 7 خليها 17 plus 7 عشان بس تطلع عرض سهل شوي 17 plus 7 تتبقى 24 divided 2 تتبقى 12 هوا جميل طب يبقى سي اجبها هول تتبقى midpoint للاثنين دول يبقى 1 plus 1 0 تتبقى 0 و 7 plus 12 19 19 تتبقى كام 19 هتبقى 9.5 طب جميل طب الpoint ED تتبقى midpoint للاثنين دول 1 plus 3 4 divided 2 12 plus 18 30 30 divided 2 تتبقى كام 15 الله يبقى لو جيه قال لي at the quarter of a point أو at the third انا ممكن استخدم at the quarter of a line segment اممكن اعملها midpoint اممكن اعملها midpoint اممكن اعملها midpoint وتبقى المسألة بسيطة جدا بالنسبالي وما فيهاش اي مشكلة واقدر استفيد من المعلومات اللي احنا بنتكلم فيها طبعا الباقي المسائل دي هنبدأ نبص عليها ونحاول نحلها ان شاء الله ونبدأ نشوف طبعا انا مسألة بسيطة زي دي لما يكون عندك فريلو جرام كده اسمه a b c d عندك وعندك 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 وطلب منك يا طلب كام والله فيه كذا طريقة انا ممكن اقول له a b equal d c واقول له يبقى b minus a equal c minus b وبعدين اعوض واطلع مين يبقى دي عندي هنا لو نقلتها هتبقى c plus a minus b وعند الثلاثة دقول اعوض هنا واعوض هنا واعوض هنا واعوض هنا واجمحهم واطلع الحل طب واحد تاني يقول لي يا مستر طب مش انت عندك الميد بوينت بتاعة a c ايه نفسها الميد بوينت بتاعة b d اه يعني دي هي النص هنا والنص هنا طب ما انت ممكن تجيب five plus negative كام negative two تبقى three divided two تبقى one point five طبعا طبعا وهنا two plus negative one انا بجيب صح كده صح كده طب two plus negative one يبقى 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 d three over two ود one over two طبعا يبقى دي بقول له zero plus x divided two تبقى zero plus one zero plus one divided zero plus three 10 zero plus three divided two تبقى three over two طبعا وهنا three plus two three plus two y over two تبقى تبقى طبعا ما تبقى تبقى يبقى y negative two يبقى هنا three negative two يبقى كده الحل كده او كده طيب ايه تاني عندي ممكن اقول اشوف البروبلم دي برضو هات عندي point A و B و C are collinear طب هم امتى يكونوا collinear then find the ratio by which the point C divides A B والله ممكن ان شاء الله المرة الجاية نبقى نتكلم عن بعض الأسئلة دي تاني لو الوقت بتاعنا ما اسعفناش وبرضو find the ratio انا بس هقولك بس نوت على دي ان لما يكون عندك line segment intersect y axis او x axis يعني انا لو هنا intersect x axis يبقى لازم ال y فيها بكام بزيرو يعني ال point دي مثلا بتقطع في النص هنا مثلا بين ال one و two يبقى لازم ال y فيها بكام يبقى x و zero مثلا يبقى دي انا عرفت طب لو انا ال point دي عايز اقراها اه هتبقى zero و y عشان اقدر استفيد من الفكرة يبقى انا كده عرفت ال y cornet لكن هنا عرفت ال x cornet لو انا عايز في البداية والنهاية اقدر اجيب ال ratio بتاعت ال division بتاعته اللي هي m two two m one برضو نفس الكلام ال problem دي برضو هي ديت letter b ودي letter a برضو هنا بقول لي ده اسبت ان ال a وال b وال c دول او لو ال a وال b وال c are vertices of a triangle find the coordinate of the point of intersection of its median طب ديت انا حلها ازاي انت فاكر ان لو انت عندك ال three points بتاع vertices of triangle وعايز اجيب ال core need of its median يبقى ده انا عندي قانون ايه القانون اللي انا هقوله ده لو انت عندك triangle كده اسمه a b c a b c وعندك وعندك d x one y one طب وعندك d x two y two وعندك d x three y three وده 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 ميديان كمان واكيد التالت هيمر دي يبقى ال point مثلا m دي تبقى كام هلا جمع ال x كلها يبقى x one plus x two plus x three divided three y one plus y two plus y three divided three يبقى انا اجيب ال point of intersection of its median يبقى كل الحكاية اقول له two plus one three three plus six تبقى nine divided three اول واحدة طب والتانية هنا one plus five six six plus negative three تبقى three over three تطلع لي nine على three كام three and one يبقى انا كده حلت ال problem بتاعتي ومجرد ان انا هاعرف ال rule بس يعني مجرد ان انا هاعرف ال rule يبقى the point of intersection of its median عبارة عن the submission بتاع the x divided three وال submission بتاع the y divided three لو انا عرفت the points هذا عندي ال rule بتاعتي اهيه اللي انا قلتها دلوقتي لو a b c is a triangle الفيرتكس بتاعها كذا وكذا وكذا يبقى the point of intersection بتبقى مجموعة على ثلاثة و ودي نوتس برضو بس تفيد بيها اه اساعدنا بلقائكم كان معكم نستر محمود بنقيمان من ادارة النوزهة التعليمية بمحافظة القاهرة